اشتركوا في القناة تابعاً كثب وبقلق قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي أنا تابعت كل المقابلات والتصريحات التي أعطيتها حتى اليوم ولكن السؤال هو من الذي تراه حضرتك ولا نراه نحن كأعلميين في هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء شكراً أستاذ ريمة على استضاقتي في قناتكم في قناة المؤقرة يعني أنا ممكن يكون عندي معلومات شخصية عن الذين فعلوا هذه الجريمة أو الذين أمروا باختيال الاستاذ جمال خاشقجي هو صاحبي سعودي كبير وذو عقلية منفتحة وذو عقلية تقبل الغير وكمان يعني صد جمال خاشقجي كلي علاقات بالأسرة الحاكمة يعني نعم هو نفع النفسه يعني أنه يطلق عليه معارض سياسي أو بالعكس يعني هو يعني في كل مرة أحد يطلق عليه معارض هو ينفي الصفة هذه عنه ويعني شخص لا يمثل أي خطورة وحتى يعني انتقادات وانتقادات ناعمة يمكن أنا أشوف فيها غزل كمان للحكومة ما الذي تعلمه ولا نعلمه نحن؟ أعلم عقلية القائد السياسي في السعودية عقلية الملك سلمان يعني عقلية الملك سلمان هو حكم كان حاكم لمنطقة الرياض اللي هي العاصمة السعودية لخمسين عاما وكان معروف يعني أهل الرياض أهل يعرف عنه أنه كان يعني شخصية جبارة شوي يعني عنده عنف ما عنده الحنكة السياسية لكن عنده الأمر فبطبيعة الحال لما صار ملك اتبع نفس السياسة اللي كان يتبعها معا في طريقة حكمه للمواطنين في منطقة الرياض بس طبيعة الحال أصبح ملك فصارت نفس السياسة أو نهج السياسي نفس النهج متبع مع السياسة الدولية هل أعذرني على المقاطعة فقط لكي أكسب الوقت مع حضرتك هل أفهم من كلامك بأن الأمر أو الأوامر العليا من المستحيل أن يتم أعطائها دون العودة إلى رأس الهرم ألا وهو العاهل هل هذا ما تقوله لي؟ بالتأكيد بالتأكيد المعارضين من الأسرة الحاكمة الذين أخطوا من أوروبا كلنا نعرف قصتهم هذا أمر من الملك نفسه المعارضين المعروفين الكبار لهم شعبية واسعة نفس الشيء يكون تعطيهم من الملك مباشرة يعني الملك هو الذي يصدر الأوامر الاستاذ جماد خاجوزي رحمة الله عليه يعني كاتب كبير ومعروف اعتبر كاتب عالمي كان يكتب في الواشنطن بسط طبيعة الحال لو صرت العملية الإجرامية العملية الإجرامية أخذين منها الموافقة من الرأس الحكم يعني أنا ما راح أقول من الملك سلمان مباشرة أنا الملك سلمان اسمن ولكن ما التنفيذ والشروع في التنفيذ القارر هذا نابع من ابنه محمد بن سلمان كيف تنظر إلى وجود وزير الخارجي الأمريكي الآن في الرياض ولقاءه مع ولي العهد محمد بن سلمان ولاحقا سيتجه إلى أنقرة من وجهة نظرك ماذا يدور وراء الكواليس الآن يعني ما هو السيناريو الأقرب إلى الواقع بالنسبة لك لهذه القضية يعني أول شيء محمد بن سلمان يمثل أهمية قصوى للرئيس دونالد ترامب أو إدارة دونالد ترامب لعدة أسباب يعني منها أسباب مالية وأسباب عسكرية والسبب الرئيسي قضية القرن يعني ضياع فرصة واحد مثل محمد بن سلمان يعني يسهل التحكم فيه ويسهل تحريكه هذه فرصة بالنسبة للإدارة الحالية الأمريكية فأنا أعتقد أن زيارة وزير الخارجي الأمريكي للسعودية والتركيا يعني في سبيل أنه يحافظ يقدروا يحافظوا على الكرسي حيث ما هي التحريجة حسب رأيك والله أنا ما يعني أنا ما كنت مجتمع معهم أكيد يعني راح يعني يخل الرأي العام يتجه إلى يعني كبش خده بمعنى ممكن يصير راح يوضح الرأي العام أن القرار هذا كان مثلا عن طريق أحد في المخابرات السعودية يلوم القنصل يلوم الخمسة عشر اللي نزلوا بالطيارة سووا الجريمة الكبرى في المكاتب الكبير جمال خاشوخجي ويبعدوا الاتهامات المباشرة على محمد بن سلمان والملك نعم سمو الأمير دعني أسألك هنا إلى أي مدى هذه القضية قد تزيد من عمق الانقسامات داخل العائلة المالكة نحن لأينا عملية الاحتجاز لعددنا الأمراء بالطبع حضرتك تحدثت أيضا عن عمليات استرجاع أمراء وخطفهم حضرتك الوحيد الذي تبقى هنا في ألمانيا وسنتحدث عن هذا الموضوع يعني ماذا يعني ذلك لداخل العائلة المالكة العائلة المالكة يعني قبل موضوع جريمة اختيال جمال خاشوخجي وانتشاره إعلاميا ويعني فضحها بطريقة غير سابقة كدولة تقوم بجريمة شنيعة يعني خطف إنسان ومن ثم قتله ومن ثم تقطيعه يعني يعني إحنا بصدد ماضي مو بصدد حكومة شرعية ولكن التحقيق لم يظهر بعد لماذا سلمت جدلا بأنه بالفعل تم تقطيعه وبالفعل يعني الأمور أخذت هذا المنحة هل أننا نسمع ذلك عبر وسائل الإعلام التركية أم أن لديك معلومات شوفي يعني فيه اتهام كبير موجه للسؤالي وحملة إعلامية كبيرة لو جمال خات شغجي ما تم اختياله أو أنه يعني إنسان دخل مكان وما طلع من نفس المكان دخل القنصرية دخل قنصرية بلده المفروض إنسان هذه تكون حماية له في الخارج وما خرج مرة أخرى خطيبته قاعدة منتظرة برة ترك له التليفون ودخل وما طلع عليها وللآن لنا تقريبا دخلين في الأسبوعين والموضوع مثير للرأي العام لو ما مات جمال خات شغجي وين راح يعني إنسان دخل بكونصرية ما طلع وين هي راح سيد خالد هل تخشى على نفسك حضرتك في ألمانيا هل تدوين قضية خات شغجي أعطتك نوع من الشعور بأمان أم زادت من قلقك أعطيني رأيك في هذه النقطة لأنه مهم لي أنا بصراحة أنا بفكر يعني أنا لي فترة طويلة في موضوع الملاحقات والتهديدات والأشياء فأنت بتسأليني يعني أنا غيري ممكن كان يخاف بس أنا شوفها أنه يعني انفضحوا أمام الرأي العام فهم لو أودهم يكتلونني فهذا يعني أنا ما يعني ما أعول على طريقة تفكير الإدارة السعودية لأنه طريقة غير عقلانية لكن أنا موجود بألمانيا لديك حماية؟ الشرطة الألمانية على اتصال معي ومعطيني رقم تليفون شخص معين في الشرطة 24 ساعة أقدر أمام منزلي بشوف سيارة الشرطة دايما تمشي يعني حاسس بأمان إيه نعم ولكن الشيء الوحيد اللي يخوف اللي يخوف طريق العقلية 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 الحاكم السعودي الحالي يعني يعني في عقلية متهورة ما بيحسب العواقب والنتائج بس هذا الشيء الوحيد اللي أنا أحسب لحساب يعني لو إنسان عاقل أو يحسب النتائج والعواقب المترتبة على الأفعال يعني بصراحة كنت أكثر راحة لديت سؤال أخير قبل أن أودعك وأشكرك على وجودك معي السؤال الأخير هو حضرتك موجود في أوروبا موجود في ألمانيا سمعت التنديدات من هنا لهناك ولكننا نعلم في النهاية يعني على الصعيد الدولي العلاقات الدولية تحكمها المصالح أليس كذلك حضرتك تحدثت عن المصالح الأمريكية مع السعودية هل تتوقع أن تتغير أو أن يتغير أي شيء في التعامل الدولي مع الرياض بعد هذه القضية يعني التعامل الدولي قصدك يعني الأمم المتحدة ولا الدول كل دولة منفردة تتعامل على حسب مصالحها هذه هي لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية طبعا بالنسبة نحن لا بد نفصل نظام السياسي الأمريكي ليس النظام السياسي السعودي يعني النظام السياسي السعودي هو الملك هو النظام السياسي لكن في أمريكا لا السلطة التنفيذية إدارة ترامب السلطة التشريعية الكونغرس الأمريكي السلطة القضائية مستقلة منفاصلة لكن الكونغرس الأمريكي لو أصدر يعني أصدر تشريع عقوبات على المملكة العربية السعودية حتى دونالد ترامب ما يقدر أنه يعني يلغيها أو يمنحها وكذا بتصدق قانون يعني تمشي على ترامب وعلى غير ترامب نعم ما الرسالة الأخيرة التي توجهها للعاهل السعودي وما الرسالة أيضا التي توجهها للمعارضين ومن يتواجدون في الخارج هربا من الرياض مثلك ونختم أوجه رسالة للملك سلمان بقول له يعني المملكة العربية السعودية يعني ليس شرطا أن تكون المملكة الرابعة السلمانية يعني أنت إخوانك كلهم كانوا ملوك وإنت صرت ملك يعني ليس شرط أن يلازم أحد من أحفادك والذي يكون متسقي يعني تسلسل الحكم المستقبلي لهم في أناس في العائلة أمراء على ثقافة عالية وعلى تعليم وعلى إنسانية وعلى يعني عندهم قبول شعبي وقبول من دخل الأسرة الحاكم عندك يا سلمان بن عبد العزيز أخوك سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز إنسان ذو خلق وأنت تعرف كلنا نعرف والسعودية والشعب السعودية والأسرة كلهم يعني من باب الحكمة إذا في حكمة لسه يعني يكون أفضل أنك تتنازله على الحكم يعني حفظ الماء الوجه والشعب السعودي كامل رح يلتف حولين الأمير أحمد ونعتبر الفترة الكم سنة اللي راحت من تولي سلمان وابن الحكم نعتبرها بمثابة شيء وانتهى وراح والأمير أحمد رح يجي بإذن الله ورح يغير النظام السياسي كله بما يرضي الشعب السعودي كامل أشكرك نحافظ على دولتنا ونحافظ على باقي الدول العربية والإسلامية هذا آخر شيء أتمنى من الله أنه يسمعني شكرا لك سمو الأمير السعودي خالد بن فرحان السعود أشكرك على هذه المدخلة معي في بداية هذا النقاش شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا